اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فضيحة جديدة رئيس الفيفا ورئيس الكاف يحضران افتتاح شان الجزائر داخل قفص مدرعة بعد فضيحة تميمة الشان وكارثة استقبال الوفود المشاركة بحافلات مهترئة عاد مجددا الواقفون على تنظيم هذه البطولة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم للسقوط في فضيحة جديدة بطلها الزجاج المدرعة وفي هذا الصياق خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسخة السابعة بملعب نيلسون منديلا بالعاصمة الجزائر ظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانا ورئيس الكاف باتريس موتسيبي محميين بالستار من الزجاج المدرعة والسهل منتخب الجزائر المضيف منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين بفوز على حساب المنتخب الليبي بهدف دون رد ويتوقع متتبع الشأن الرياضي بشمال إفريقيا استمرار الفضائح والتي تكشف حقيقة دولة العسكر خلال أيام البطولة التي انطلقت يوم أمس الجمعة وستنتهي يوم الرابع من شهر فبراير المقبل على غرار ما عاشه المشاركون في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر السنة الماضية خبر عاجل فوز القجاع يستعد لاتخاذ قرار قاس في حق الجزائر بسبب ما فعلته في فتح الشأن تدرس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية الطاص بخصوص منع جزائر مشاركة المنتخب المغربي الأولمبي في نهائية كأس إفريقي للاعبين المحليين شان وبعد الاستفزازات الخطيرة واللمقبول التي صاحبت افتتاح بطولة أفريقية للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر والخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد لقاء كلمة خارج السياق لتمرر مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروية ينتظر أن تلجأ الجامعة إلى الطاص لإصدار عقوبات قاسية في حق الاتحاد الجزائري وحسب مصادر فإن جامعة الكرة تعد ملفا متكاملا عبر فريقها القانونية وتنتظر فقط تفاعل الاتحاد الأفريقي كاف مع جميع الخروقات الجزائرية خاصة وأن رئيس الاتحاد الأفريقي ومعه رئيس الفيفا وقف بشكل مباشر وشخصي على فضيحة منع المنتخب المغربي من التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة الشأن وتحدث بلاغ صدر عن جامعة الكرة اليوم عن عبارات عنصرية موجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيل المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح كما نددت بالممارسة الدنيئة والمناورة السخيفة التي صحبت افتتاح البطولة والخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرر مغالطة سياسية لا تمث بأي صلة للشأن الكروية متتبع للشأن الكروية أشاروا إلى أن لجنة الانضباط التابعة للفيفا قامت في وقت سابق بفرض غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيمة 20 ألف فرانك سويسرية كما أدرجت بعض العقوبات في حق الجماهير المغربية بسبب هتافة عنصرية أطلقتها من المدرجات في ربعينها الكأس العرب بقطر وهي الاتهامات التي جاءت من الجانب الجزائري وأجبرت هذه العقوبات المنتخبة المغربية على خوض مباراة الدور الفاصل لتصفية مونديا القطر أمام الكونغو الديمقراطية في وجود عدد محدود من الجماهير مع إغلاق المدرجات الجنوب والشمالي خلف المرمى وهو ما يضع الفيفا والكاف في وضع حرج وأضحت مطالبة بمعاقبة الجزائر بعد ارتكابها لمجاز رياضية في حق المغرب بدءا من إقصاء منتخب أقل من 23 عاما من المشاركة وإقحام السياسة في الرياضة وصولا إلى استغلال تظاهرة رياضية قارية في التهجم على بلد جار وعضو في الكاف من خلال معادات الواحدة الترابية للمملكة جزئية بسيطة تفصيل حمد الله عن هذه الخطوة الحسمة في مصاره الكراوية كشف التقارير السعودية بأن المهاجم الدولي المغربي عبد رزاق حمد الله قريب من تجديد عقده مع اتحاد جد السعودي وفق التقارير ذاتها فإن مهاجم الأسود سيواصل رحلته مع عميد الكرة السعودية لمدة ثلاث سنوات أخرى وحسب المصادر نفسها فإن مسؤول الاتحاد وابن حاضرة المحيط توصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص ذلك في انتظار توقيع تجديد العقد بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة وكان حمد الله قد انتقل من النصر السعودي إلى الاتحاد في صفقة حرة وهي الصفقة التي أطارت جدلا واسعا في الأوساط الكروية السعودية حيث طعن الفريق الذي انتقل إليه رونالدو في الطريقة التي انتقل فيها ابن أسفي إلى صفوف الاتحاد ويبلغ حمد الله من العمر 32 سنة وفي حال تمديد عقده لثلاث سنوات فسيواصل اللاعب في الملعب إلى غاية الخامسة والثلاثين من عمره صدمة جديدة لبون وانصير في الدورة الأسبانية تعرض فريق إشبيليا لهزيمته الثامن هذا الموسم في الدورة الأسبانية عندما سقط على أرض جيرون بهدفين لواحد اليوم السابت برسم جولة 17 من المسابقة ورغم تقدمه في النتيجة مبكرة عبر الفرنسي نينانزو في الدقيقة الثلاثة عشر لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه وتلقى هدفين عبر الأورغوياني السيتواتي في الدقيقة السادسة والأربعين والفينزويليانخ الهريرا في الدقيقة الثامنة والثمانين ويتحمل الحارس الدولي المغربي ياسيم بونو جزءا من المسؤولية في الهدف الثاني بسبب قراءة غير الموافقة للعب في لقطة إخراج الكرة من المناطق الدفاعية حيث مرر لنينانزو على مشارف منطقة الجزاء رغم أن الأخير أبان عن محدودية كبيرة في التعامل مع هذه الكرات لكن بونو أنقض فريقه في الشوط الأول من عديد الهجمات من فريق جارونا وكان نجم الشوط الأول دون منازع وشرك المدرب الأرجونتيني سانبولي يوسف انصيري كتغيير أخير بعدما سأت الأمور وتقدم الفريق المحلي بهدف قتل علما أن الدولي المغربي رفض مؤخرا عرضا مغريا من ويستهام يونيتد الإنجليزية مصرحا أنه يفضل البقاء مع فريقه لمساعدته في الخروج من وضعيته المتأزمة ويحتل إشبيلي حاليا الصف السابع عشر في الليغا برصيد خمسة عشر نقطة فقط في انتظار إجراء مبارة قادش صاحب الصف الثامين عشر بخمسة عشر نقطة أيضا ضد إلتشي وإسبانيول صاحب الصف التسع عشر برصيد أربعة عشر نقطة أمام خطافي حيث من المرتقب أن يعود إشبيليا إلى مراكز الهبوط مجددا